أتمنى تكون نهاية سعيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى ومفيدة بإذن الله عندي آخر حاجتين هقولهم ليكو هفتح بس البرزنترشن تاني طبعا النهاية زي ما أنا كاتب كده طبعا تكون نهاية سعيدة عليكو ومفيدة طبعا سامحوني على أي تأثير وده طبعا مش عذر لو أنا قصرت بس قوموني لو في أي شيء أنا قصرت فيه بلغوني به بعض الناس بتبعتلي بالفعل لبعض الحاجات أنا قصرت فيها بس يعني بحاول أوضح لهم وجهة نظري أنا ما طبقتش على مقرر معين من خبرتي عدم التطبيق على مقرر معين أثناء شرحي اللي أنا أشرح الخصائص أو الطرق بكل النصة أو بكل شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي عشان أفتح الإبداع ليكو ما تبدأوش تحطوه نفسوك في قوالب زي ما أنا قلت عشان كده ما طبقتش على مقرر ده من خبرتي الشخصية اللي بشوفها وأنا بدأت السورة عمل أو غيره أو غيره اللي ليه ما طبقتش وده رد على بعض الناس اللي سألت اللي أنا كنت طبقت على مقرر معين ومشوه خطوة بخطوة معايا أنا مش عايز أحط الناس في قوالب أنا عايز الناس تبقى مبدعة عايز الناس تفهم طريقة كل شبكة من هذه الشبكات ويبدأوا يتفاعلوا معاها تبقى لاحتياجاتهم وتبقى لفهمهم وتبقى لإبداعهم وكل واحد عنده إبداع أكتر مني بكتير كمان فإن شاء الله هيطلع وهيطلع ويبقى حاجة كويسة بإذن الله فصبحوني على أي تقصير بإذن الله تعالى شيء تاني مهم جدا جدا ودي من ضمن شلطتياتي يعني أنا بكتب كده بعض الحاجات شبكات التواصل الاجتماعي ليست الحياة ودي نقطة مهمة حبيت أقولها آخر المقرر أو آخر محاضرة فيه هي وسيلة التفاعل وتواصل مش الحياة بعض الناس فقرها هي الحياة وطالما عندي عدد متابعين كتير وناس بتتبعني يبقى أنا كده خلاص بقى ملكة الدنيا وما فيها لا بالعكس مش بقصرة المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي أكتر بقصرة الفايدة ماشي مواقع الجنسية فيها عدد متابعين كتير جدا جدا بس مدمرة خلاص فالناس لازم تحط دي في المخة شبكات التواصل الاجتماعي أنا بتواصل بها وتفاعل بها مع طلابي بس طلابي محتاجيني جنبهم يعني محتاجيني وسطهم محتاجيني أنزل بينهم محتاجيني أتطوع معاهم محتاجيني أحس بيهم شبكات التواصل الاجتماعي ليست مصدر الإحساس فقط لغير لازم تنزل وسطهم لازم تقعد معاهم لازم تبقى صادقهم خلاص نفس الفكرة البيت برضو محتاجني فلازم نفس الفكرة فشبكات التواصل الاجتماعي ليست الحياة إنما هي وسيلة التواصل والتفاعل ان شاء الله بإذن الله تعالى زي ما قلتلكوا ده التواصل مع بعض نتواصل بعد ما انتهى المقرر ان شاء الله المقرر هيبقى فيه مجموعة من الأسئلة عشان تاخدوا الشهادة الخاصة برواق والتسك اللي أنا كلفته عليكم اللي هو التطبيق الخاص بتوظيف الشبكات تبقى للنموذج اللي عرضته عليكم وصلني عدد كبير جدا جدا من حضراتكم التفاعل معها هبدأ أقراها وأبدأ أتفاعل معكم وأبعتها لكم الردود ليها ان شاء الله بإذن الله تعالى الجمعة القادمة بإذن الله زي ما اتفقنا على المحاضرة الونلاين اللي هستفصل منكم على أي استفسار ورد على كل أسئلتكو خاصة بالمقرر وخاصة بأي شيء في التعليم الإلكتروني ان شاء الله بإذن الله تعالى الجمعة القادمة اللي هي يوم 12 موجودة على المنصة التاريخ بالزبط والرابط الخاص بالفصل ان شاء الله بإذن الله تعالى هتمنى التفاعل معي وتمنى تدوني أفكاركم في مقررات جديدة ترجع الفايدة لكم وأخيرا وليس أخيرا أتمنى أشوفكم على خير أتمنى الناس ما يكونش زالت مني أتمنى من الله أن يكون في فايدة لها ويكون عمل أو علم ينتفع به إن شاء الله بإذن الله تعالى وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مقرراته من أخرى